السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء منج الكيمياء للصف الثاني إن شاء الله النهاردة هنأمل مراجعة عامة على المنهج وهناخد بعض الأسئلة اللي وصلت لنا على رقم الواتس وإن شاء الله هنأمل لكم كل التعليلات في المنهج جابينها لك جابين امتحان امتحانوه في مدرسة في إدارة الخصوص على المفتكر في محافظة الأليوبية امتحان في أفكار جميلة جدا في امتحان نزل في أسوان طبعا بعضهم الطلبة على الواتس هنشاء الله هنحاول إحنا نحللكم الانتحانات دي وهنفكر بكل جزئية في المنهج إن شاء الله النهاردة ترفلاتنا مفتوحة أي استفسار عندك أي سؤال تقدر تتصل في أي وقت سواء عام أو لغات نبدأ مع بعض على خير بدايتنا النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض تعليلات المنهج كلها وفكر بيها واحدة واحدة اوكي نبدأ مع بعض علي خير بس يا سيد eh أول سؤال بيقول إيه علل لماية يملأ المستوى الفري 4s في 3d بعد المستوى الفري 4s طيب هنا السؤال ده بييجي كتير جدا في المنهجات يملأ المستوى الفري 3d بعد المستوى الفري 4s أو يملأ المستوى الفري 4s قبل 3d ناس كتير يقول لك إيه لأن المستوى 4s أقل في الطاقة طب ماشي اكي هو اقل في الطاقة بالنسبالي طب اثبت ان هو اقل في الطاقة ما انا هو بيقولك ليه بام لا هو اكيد عشان اكيد اقل في الطاقة ليه هو اقل في الطاقة بنرجع للعلاقة دي هقول لان من العلاقة N زائد L يعني عدد الكم السنوي وعدد الكم الرئيسي بتاعك المجموع بتاعهم بنجمعه ونشوفه القصة بتاعتك ايه بتحط الفور S هنا وبتحط السري دي هنا وتبدأ تشتغل الفور يعني ال N باقوال فور ال L بكام بزيرو زيرو ليه فكرت ال L ليها اربع قيم زيرو وان تو ثري زيرو معاناها S وان يعني بي تو يعني دي وثري يعني F يبقى انت هنا الفور هعطيطها هنا بربع عشان ال N طب ال L ال S بتاعتك بزيرو مجموعة كام فور ثري يبقى هنا N اقوال كام ثري ساوي ثلاث ال L بتاعته D بكام L بتاعته D باتنين حطينا اتنين اجمع جماعتهم هنا المجموعة خمسة هنا المجموعة أربعة الاعلى في المجموع هو الاعلى في الطاقة والاقل في المجموع هو الاقل في الطاقة اذا المستوى الفور S اقل في الطاقة من السري دي بالمعلاقة دي يبقى انت بتجاوض تخلي بالك كلمة النوع اقل من الطاقة بس لا لازم تثبت هذه دي حاجة افرج يا مصر العلاقتين طلعهم متسويين يعني متسويين يعني مثلا فور بي و سري دي وحققنا اللي حضرتك قلت عليه من شوية تعالى نشتغل يبقى هنا كام اربعة البي بكام بان مجموعة كام خمسة هنا تلاتة ادي بكام باتنين مجموعة كام خمسة ده المستويين مصر مين يتمنى قبل مين هنا بقى بنرجع نقول ايه الاقل في الان هو الاقل في الطاقة يبقى سري دي يملع قبل الفور بي واضح ده كان اول سؤال في عل طب تعالى الرقم اثنين السؤال الثاني بيقولي يمتلق المستوى الفرع بي بستة الالكترونات بينما المستوى الفرع بي يمتلق بعشر الالكترونات ولو حبيت اكمل اقولك ان الاس باثنين الكترون بس وحبيت اكمل اقولك ان الاف باربعتاشر الكترون بس سؤال متكامل طب هو بيشيل ستة الالكترونات ليه لان البيزي ما بيقولك المستوى الفرع بي يتكون من ثلاث قربطالات فكرك بيهم كانت البي اكس بي واي بي زد كل منها يحتوي على اثنين الكترون بينما المستوى الفرع دي ده كم من خمسة تنساش كل منها يحتوي على كام اثنين لما تضرب اثنين في ثلاثة هتلع لك ستة هتضرب اثنين في خمسة هيطلع عشر لو كلمت على الاس هتقول لي اربطال واحد بيشيل الكتروني طب الاف هتقول لي سبعة بيشيل كام بيشيل 14 وهكذا ده كان اول سؤالين فعال نخش فيه السؤالي التالت تبلغ الالكترونيات الاربطالات الفارغة فرادة اولا قبل ان تزدوج بنقف عن الحتة دي بقى شوية يعني وانت بتعمل في قاعدة هن بتشتغل بتقول لي مثلا لو انا عندي البي فور بروح فرادة كده الاول وبعدين لو فاضل واحد برجع له ازدواج ليه وليه انا يا مستر ما بجرسم ممكن ارسم كده هو واحد لتحت واحد لفوق بالمنظر ده اش معنى ده مدام فرادة ما ممكن يبقى ترسم في اي تجارة بقى سئلة دي وصلت لنا طيب تعالي نفسر على الجانب بتقول لانه افضل من حيث الاستقرار حيث يكون جميع الالكترونيات في نفس الاتجاه طب ليه شمعنا في نفس الاتجاه ما تنساش ان الالكترون بيدور حوالين محوره مع عقارب الساعة اللي هي كلوكويز وانتي كلوكويز ده عكس عقارب الساعة مما ينشع عن الدوران ده مجالات كهربية وقوة في نفس الاتجاه عند الاسدواج فان الحركة المغزلية تقلل من قوة التنفر ولا تعدم خلي بالك يعني ايه يعني انا دلوقتي لو عندي بالمنظر ده كده اربعة اعملهم كده واسيب ده فاضي ولا زي دي لا اتقولي زي دي مستر تما في اسدواج هنا وبيلاشوا بعض لها مش بلاشيه هو بيقللها على قد ما يقدر ولكن لا تتلاشى قوة التنفر واضح لذلك الاجابة تبقى افضل من حيث الاستقرار يكون جمال الالكترونيات في نفس الاتجاه ينشأ مجالات كهربية وقوة في نفس الاتجاه عند الاسدواج فان الحركة المغزلية تقلل من قوة التنفر ولا تعدمها لاب نروح السؤال الرابع على الرغم من تواجد الالكترونيات في نفس الاربتال فانهما لا يتنفران ليه كل الالكترون لو حركة المغزلية عكس الاخر زي اللي سألنا يعني واحد بنرسمه الفوق واحد يرسمه من تحت واحد بيلف مع قرب الساعة واحد عكسه القوة الناشئة عن ده ما لا بتلغي بتلاشي وبتلغي بقوة الناشئة عن الاخر طب كليا لا بنسب يعني جزئي فانهم اللي لنا كل من الالكترون لو حركة مغزلية عكس الاخر لذلك المجالات المغناطيسية والقهربية الناشئة تلاشي بعضها البعض طب نيجي الرقم خمسة الطيف الخطي خاصية مميزة للعنصر او ممكن يقولك لا يوجد عنصران لهم نفس الطيف الخطي يعني التعليل ده هو نفس الحتة دي وانا عصدت اللي انا جيبها كده يعني يا مستر ما نفعش يقول انه لا يوجد عنصران لهم نفس الطيف الخطي لا ما هي هي خلي بالك ما الاجابة منين قالك من هنا كل طيف خطي مكون من عدد محدود من الالوان التي تفصيلها عدد محدود من المناطق المزلمة واضح لا يتشابع عنصران في طيف خطي واحد كي اللي بعده السؤال بيقول للحصول على اشاعة المهبط يجب تقليل الضغط لان الهواة في الظروف العادية غير مواصلة للكهرباء افكرت اشاعة المهبط كان لها شرطين مهمين 10,000 بولت ومعاك 0.01 او 0.001 من البريشر اللي هو الضغط من الضغط الجو يعني الكويمة قليلة جد سبعة يفضل اكترول الازدواج عن الانتقال لمستوى طاقة اعلى وممكن السؤال ده يجي لك بالحتة دي ليه توزيع الهيليم HE2 1S2 اوكي مش 1S1 2S1 ليه ليه ما اوزعناهش واحد واحد اللي جابة بتقول لك ايه الطاقة الناتجة عن الازدواج اقال من الطاقة الناتجة للانتقال لمستوى طاقة اعلى يعني لو عندي اربطل في واحد ماشي وفي اربطل فوقي طاقته اعلى الالكترول يخش هنا ولا يخش هنا لا يخش في الازدواج الاول ولم يخش في الازدواج افضل من هو انتقل لمستوى طاقة اعلى ناخد تماني تتخذ جسيمات الفا مصار معاكس لاشيعة المهبط عند مرورها داخل مجال كهرابي لان جسيمات الفا مجابة واشيعة المهبط صليبية تفكرنا بها كده يا مستر ادي المجال الكهرابي بتاعك كنا بنرسمولك كده لو رجعت الحلقة هتعمل ايه هنا موجب 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 هنا سالب سالب المنطقة ديت اللي قلنا عليها المجال الكهرابي لو الفا دخلت الفا مجابة وهي دخلة هتتنفر مع شحن المجابة على اللوح واتيجي في الاتجاه ده طب اشيعة المهبط اشيعة المهبط سالب هتمشي هتمشي هاتيجي في الاتجاه ده يبقى كل واحد فيه خد مصار مختلف ليه لان دي مجابة واخرى اشيعة المهبط سالب نيجي لي السؤال الرقم 9 لا يسقط الالكترون داخل النواة يعني ايه لا يسقط الالكترون داخل النواة احنا عارفين ان النواة بتاعتك موجب والالكترون سالب ففي قوة جزب على الالكترون بتشده طب هو ما بيقعش ليه عشان هو بيلف بيولد قوة طرد مركزية بتعادل قوة الجزب فاذا انجابتك هتبقى بسبب قوة الطرد المركزي التي تعادل قوة الجزب للنواة الناشئة عند دورها الالكترون هي ايه اللي ناشئة خلي بالك دي قوة الطرد وليس قوة الجزب تعال نواة رقم 10 الحركة المغزالية للالكترونات الفراضة يجب ان تكون في نفس الاتجاه السؤال ده لسه وحدينه دلوقتي بص الحتة دي لتوحيد اتجاهات المجالات والقوة القهربية والمغاناتيسية الناشئة عن الالكترونات مما يعطي الزر اكبر قدر من الاستقرار يعني ايه السؤال يعني وانت بترسم الالكترونات قلنا كلها في اتجاه واحد ليه ده لو لا في كده طيب ما ده هلف زي به هلف زي يبقى المجال اللي هينشأ هنا والمجال اللي هينشأ هنا والله هينشأ هنا كلهم في نفس الاتجاه بنفس القوة يبقى انت هديك كده اكبر قدر من الاستقرار مفيش هنا شريك مخالف عشان كده فيه رسومات كتير يقولك الرسومات دي صح ولا غلط ان يروح لسي منك دل تحت اوكي نجي ال 11 عدد الكامل الرئيسي يجب ان يكون قيمة صحيحة انتجر فاليو لانه يحدد ويصف ترتيب مستوى الطاقة الرئيسية سؤال رقم 12 بيتكلم على الحتة اللي جاية دي بيقول ايه بقى لا تنطبق القعد اتنين نوم تربيع لتقن سكوير بعد مستوى الرابع يعني احنا بتفكر في العلاقات الرياضية كلها اشتغلنا على الحتة دي وقلنا ايه ان جميع العلاقات الرياضية بتاعتك لغاية المستوى الرابع بس بعد المستوى الرابع قلناك الالكترونات خارج تحكم النواة ولذلك مش في اما كان وبالتالي انك تطبق علاقة الرياضية على حاجة غير مستقرة مش صح لا تنطبق القعدة بعد المستوى الرابع السؤال بيقول او الاجابة لعدم استقرار الزرة لو احتوى المستوى على الكترون اكثر على اكثر من اثنين وثلاثين الكترون هو المستوى الرابع عشي الكام هتعملها كده هتقول لي باي فور سكوير يعني هتطلع لك اثنين وثلاثين الكترون طب نيجي للتلاتاشر المستوى الثالث للزرة يتشبه بعدد طمانتاشر بينما الاول اثنين طب ثواني مع ان نفس القعدة دي ممكن تطبقها هنا المستوى الثالث ممكن تقول لي اثنين دون تربيع في ثلاثة تربيع يعني هتطلع لي طمانتاشر هنا هيبقى اثنين في واحد تربيع هيطلع عليك اثنين طب مع نفس الفكرة في الحال بيقولك لان المستوى الثالث يحتوي على تسعة أربية تلات اس وبي ودي الاس فيها واحد البي فيها تلاتة الدي فيها خمسة يبقى مجموعك تسعة بينما الاول يحتوي على أربية الواحد فقط وهو الاس فده بيشل لك اثنين اوكي يبقى معك ايجابتين هنا في السؤال ده سؤال 14 لالالكترون طبيعة مزدوجة طبعا ليه جسيم لو خصائص موجي لانه يتحرق 15 بيقول لالالكترون حوالين النواة كميات مختلفة من الطاقة يعني ايه يعني انت عندك النواة هنا الكترون في المستوى ده زي الالكترون في المستوى ده لا كل ما بتبعد لو تفتكر بتجربة بورو اللي احنا اشتغلنا عليها اتفقنا ان كل ما بتبعد طاقة المستويات بتزيد ولذلك الاجابة هنا بتقول لان كل مستوى حول النواة له طاقة معينة تزداد بالبعد عن النواة تعليل رقم 17 بيقول يستخدم كبريتيد الخرصين للكشف عن جسيمات الفا الغير مرئي نوفينا شوية هي جسيمات الفا بس لغير مرئية لا ما انت عندك كمان اشعة المهبط ايه دا يعني انا ممكن لابوبة بتاعة التفريغي الكهرابي ورا الانود تدهن بكبريتيد الخرصين اه طب ليه لانه هو تحدث وميد عند استضام جزيئات الفا بيها او اي جسم مشحون بيغبط فيها بتعمل وميد وبيتعلم مكانه طيب طمانتاشر لأ سواني قبل من روح انتصروح لطمانتاشر تعالي هنا حين استخدم الكشف عن جسيمات الفا دا كده ممكن تعليل ممكن يقولك اذكر استخدام واحد لكبريتيد الخرصين هل هتقولي الكشف عن جسيمات الفا لأ هتقولي لتحديد موقع جسيمات الفا اوكي طمانتاشر تتركز كتلة الزرة فيه قالك في النواة ليهمال كتلة الالكترونات بالمقارنة بالبروتونات والنيترونات الموجودة بالنواة افكرك ان انا لو جبت مزان تخيلي كده وحطت هنا واحد بروتون بتحط قدامه 1836 الالكترون عشان يتساوي وبالتالي الالكترون بالنسبة للبروتون اللي جوه النواة يعتبر مهمل تعالي لتسعتاشر ترتفع درجة حرارة شريحة من البلاتين عند اصطدام اشعة المهبط به اللي جابه سعلي جدا لان لها ده اثير ايه حرار نيجي لسؤال رقم 20 سلوك وخواص اشعة المهبط لا تتغير بتغير مادة المهبط لان اشعة المهبط من التركيب الاساسي للزرر في كل المواد افتكر كده كانت الانبوبة احنا شغالين عليها كده ويه هنا المفرغة بتاع الحواء وهنا المصدر الكهرباء من فوق ده كان المهبط بتاعي اللي كنا شغالين عليه السالب وهل الموجب كل ما نغير ده اشعة المهبط تخرج فاكر امتى عند الشرطين دول 0-0-1 0-1-0-1 pressure اللي هو الضغط و10,000 فولت اللي هو البوتينشال ديفرنس او فرق الجه معنى كده انها فعلا في التركيب الاساسي للزرر وتوجد في كل المواد ده حلال 21 انحراف اشعة الفا عند مرورها من شريحة الدهب يعني اين حراف افتكر التجربة بتقول لك دي شريحة الدهب الفا دخل عليها 99 عدة وخبط في نفس المكان في جزء خبط واعلم لنا هنا على الشريط بتاع الزينج سالفايد اللي هو كابرتيد الزينج وفي جزء انحراف دول التلات مشاهدات بتوع الفا معنى ان 99% عدة ان معظم الزرر فراغ الجزء اللي رجع يبقى انا بستنتج هنا ان فيه نواة طب الانحراف ده بيدل على الفا مجابة معنى انه يجي في المنطقة دي ويحرف طريقه او بمعنى اصح يبعد عن النواة يبقى تنفر معاه يبقى اذا النواة هي كمان مجابة يبقى بسبب شحنة النواة المجابة لذلك يحدث تنفر فيما بينهم رقم 22 يعتبر حمد اقوى من حمد اتش اف اوكي ونقف هنا شوية عشان افكرك بحاجة كنا اتكلمنا فيها قبل كده ايه هي ان انت بتتكلم على القوة والسبات القوة هو مدى سهولة انفصال الهايدروجين عن الحمد بتاعك عن المركب بتاعك وينزل في الماية اتش موجب طب الاتش اي لو تفتكر كانت الاتش كده والاي كبيرة الحجم الزري جدا الاف بتاعتك كانت بتبقى كده والاتش بتاعتها اهي اش مياهنا عملنا كده لو تفتكر المجموع بتاعتي اهي هنا اف هنا سي ال هنا بي ار هنا اي كل ما تنزل من اعلى الاسفل حجم الزري بتاعتك بيزيد وبالتالي الاف اقل حجم زر الاي اكبر حجم زر يبقى طول الربطة هنا بالنسبالك ما بين الاتش والاي طويلة ومدام تولد تبقى ضعيفة سهلة الكسر الاتش تخرج بسهولة واحنا انتفقنا انه تقاص القوة بتاعتك بايه تقاص القوة بمدى سهولة خروج الاتش هنا لا الربطة بتاعتك قوية صعب انها تتكسر ولذلك يتقالي الاجابة كالتالي ما الحجم الزري لليود اكبر من الفلور لذلك تكون رابطة بينه وبين الاتش اطول واضعف ويمكن تكسرها بسهولة نروح على سؤال تلاتة وعشرين هنا بيقول حمد البركلوريك HClO4 اقوى من حمد الأرثوفوسفوريك HCBO4 فكرك كده بالأحماض ال هالوجينية بتاعتنا الاكسجينية الاسد لو الحمد الاكسجينية سوري بنقول فيها كالتالي ان احنا تعتمد قوة هزي الأحماض على عدد زرات الاكسجين الغير مرتبطة بالهايدروجين وخلي بالك الأحماض دي اللي هي الاكسجينية تسمى بالصيغة الهايدروجسولية الهايدروجسيلية للأحماض هيدروجسوليك فورمولا في المتاني يعني لو جاء لك اكتب الصيغة الهايدروجسولية لمين الهايدروجسوليك جروب لمين للحمد ده يدهولك تعال نشوف وقرك بها كده وتكتبها ازاي والن والم بتاعتك لازب تخلي بالك منه تعال نشوف بتعندك HClO4 وH2 SO4 وH3 BO4 وH4 SI O4 دي من سميع الاتوم بتاعتك او الزر المركزية خلاص ادي السيل 4O 1H مع دي والباقي كله بيبقى بالشكل ده تعال CL واحد افتح كوس كم O 3 يبقى دي 3 كم O H 1 التلاتة دي كنا بنسميها N عدد ضررات الهايدروجسوليك الغير مرتبط ال 1 دي بنسميها M دفعنا يبقى النسبة بتاعتك هنا كام هتقولي يا مستر 3 لواحد اوكي تعالى لدي ثواني هي دي الصيغة الهايدروجسولية اه هي دي الصيغة الهايدروجسولية H تو S O 4 ال S في النص 1 2 3 4 H و H كده معك كم O 2 تفعنا ماشي يبقى ال S بر دي الزرر المركزية وبعدين افتح كوس ال O كام 2 ولو H كام 2 يبقى نسبة ال N ال M بتاعتك 2 ل 2 ميجي لك في مصطلح حين يخلي بالك دي انظم هيبقى بي في النص 1 2 3 4 4 O وبعدين معاك 3 H كده واحد يبقى P O 1 O H 3 ولذلك يقول لك ايه ده حند سلاسي الهايدروكسيد خلي بالك من ده بالزاق تمام N 1 L M بتاعتك 3 يبقى 1 ل3 الاخير خالص هتبقى النزمة بتاعتك كاملة كاملة الان هتبقى 0 ل S I هو في النص 4 O H حواليك ده ربع على هيدروكسيد يبقى S I O 0 O H 4 اقول لك ده اقوى من ده هتقول لي انه يحتوي على سلاس زرات اكسوجين غير مرتبطة بالهايدروكسيد بينما حمد الكابريتيك يحتوي على 2 فقط بينما حمد الارثوفوسفريك يحتوي على واحدة فقط اضعف واحد ده لعدم احتواءه على اكسوجين حر نرجع للسؤال بتاعنا 23 يقول حمد البركلوريك HCLO4 اقوى من حمد الارثوفوسفريك اللي هو الدمانيك ده هتقول لي انه يحتوي على سلاس زرات اكسوجين غير مرتبطة بالهايدروكين بينما وتكمل يبقى حمد الارثوفوسفريك مال يحتوي على واحدة فقط كي يعني انا قصدت في الحتة دي ان انا اقف هنا وقولك كده اللي جابا خلصت لا ما خلصتش لازم تخلي بالك انك تجيبي التاني كمان اشميع لده التالي طب مش فاهمني التاني قد ايه فلازم اوضح له ان هو يحتوي على واحدة بس نيجي ل24 يقول للحجم الزري خلال الدورة الواحدة من اليمين اليسار بزيادة زد زد هي العدد الزري خلي بالك تفاعل وهنا كان فيه سؤال مطلوب من دينا على رقم الواتس ازاي بتتتبع الدورة والمجموعة ازاي حضرتك بتشوف جهد تقايم الالكتروني بيحصل لها ازاي بتزيد ازاي بتقل ازاي مع زيادة العدد الزري بص وفي جميع الحالات من اعلى الاسفل العدد الزري بيزيد من اليسار لليمين العدد الزري بيزيد الخاصية بتاعتك هي اللي بتتأثر وبالتالي اما قلت بزيادة العدد الزري من اليسار لليمين اوكي من اعلى الاسفل يبقى بجميع الحالات العدد الزري بيزيد طيب ايه اللي تقدر تربطهم ببعض وتخلي بالك منهم الحجم الزري بتاعت بتعمل في ايه تربطه بكوة الجسم من اعلى الاسفل في المجموعة الحجب الزر بتاعك بيزيد اي مجموعة اي مجموعة يبقى قوة الجذب بتقل طب من اليسار لليمين بيحصل ايه الحجب الزر بتاعك بيقل وقوة الجذب بتزيد جدا طب مين مرتبط بقوة الجذب بحيث ان انت لو حفظت قوة الجذب ماشي ازاي في المجموعة وفي الدورة كأنك بتتكلم عن الخاصية اول حاجة جهد التقاين تاني حاجة المليل الالكتروني تالت حاجة السلبية القهربية التلاتة دول مرتبطين بقوة الجذب طب هو في اسئلة على الجذبية دي في ترتيبات اه هتجيلك دلوقتي واحنا فيه منتحانات هنشتغل عليها هوريك الجذبية ديت او هتحل عليها ازاي ما يقولك رتب من اعلى في السلبية من اقل من اعلى في رصف القطر وهكذا نرجع لي التعليلات اللي شغالين عليها ونخلصها بسرعة يبقى سؤال 24 بيقول ايه يقول الحجب الزري خلال الدورة الوحدة من اليمين اليسار بزيادة العدد الزر يبقى زيد هنا لو كتبها لك في المتحان مقصود بيها العدد الزر لزيادة كوت جذب النواة الفعالة بزيادة عدد البروتونات طيب 25 اكسيد الالمونيوم مال متردد بانما اس او سري حومي دي فقر كده بالاكسيد المترددة كان اكسيد الالمونيوم وفي اكسيد شهير اللي هو اكسيد الزينج واكسيد الخرصين التلاتة دول مالهم مترددين مدام متردد يبقى يتفاعل مع الاحماد والقلويات ويعطي مال حومي يعني ايه فكرك لو نزلت مع حمد يلي بنفسه قعدة ويتفاعل معاه ويديك مال حومي تعيب لو نزلت مع قلوي يلي بنفسه حمد ويديك مال حومي طب اس او سري قال لك حمي دي يبقى بيتفاعل اس او سري مع القلويات فقط ولا يتفاعل مع الاحماد واضح؟ نخش على السؤال 26 طيب في سؤال 26 هنقول ايه اللنساندات سلاسية التكافأ اه اللنساندات واجتندات فقرك بها بسرعة كده السؤال بيقول لك ليه هي سلاسية التكافأ لانها عند التفاعل تشارك وتفقد خلي بالك ثلاثة الكترونات 6S2 5D1 ده التركيب الاساسي بتاعك وتأثير 4F اللي يظهر لانه خارجي ايه الكلام ده تعال كده فقرك بيه بسرعة اول حاجة اللنساندات دي عناصر الفئة 4F لها تركيب كامل ما تنسهوش 6S2 5D1 او عا تنسه طيب يا مستر اللنساندات والسؤال ده جالنا على رقم الواطس بيقول حدد للمجموع بتاع اللنساندات لا اللنساندات ليس لها مجموع اللنساندات لها دورة فقط وهي الدورة السادة وتفصل اسفل الجدول وتفكر ليه عدم تعريض الجدول واضح طب التركيب العاملية 6S2 اساسي 5D1 اساسي الفور F من 1 ل 14 طب افرد يا مستر جي قال لي 6S2 5D2 4F 14 ده لنساندات اولو لا ادي فيها كم عندك هنا اتنين شكرا انت خرجت برا لنساندات خالص بلانا كده فين انت في السلسلة انت قال ليه رئيسية التالتة اوكي وساعتها عندك دورة وعندك مجموعة تقدر تجيبه واضح؟ يبقى ده تركيب شامل طب كم الكترون هنا موجودين 3 يبقى ما يجي يتفعل بيفعل عن دول الاول خلصه بيخش على ده والتلاتة طب الاف هنا بنسميه مستوى ايه مستوى داخلي واضح؟ وتيصير الفور F لازر لبناه مش خارجي لا داخلي عشان بس تظهر لنا في الكتابة واضح؟ نيجي ل27 يفضل استخدام مصطلح عدد الاكسادة عن التكافأ اوكي؟ تعال افكرك بحاجة كده بسرعة بالنسبة لموضوع التكافأ وعدد الاكسادة التكافأ وعدد الاكسادة بنقول ايه؟ ان في زمان بدايات التعريفات دي تكافأ ايه هو التكافأ؟ كان بيعرف على انه عدد زرات الهايدروجين التي يتحد بها العنصر ده كان اول تعريف لتكافأ انت التحط مع كام هيدروجينة يبقى تكافأك كام يعني بسهل H2S الS هنا اشتركت مع كام H2 يبقى تكافأها سوناء واضح؟ بعد كده الموضوع يتقدم ما عندك موضوع مونوفيلاند مونوفيلاند يعني احد التكافأ السوناء والسلاسي وقال لك عدد الالكترونيات المفقودة او المكتسبة او المشارك بها كعدد مش كشحنة خلي بالك يبقى اذا التكافأ التطور التاني بتاعه انه عدد الالكترونيات تفقد او تكتسب او يشارك بها انما عدد الاكسادة لأ عدد الاكسادة بيشمن كل ده افضل لي بكتير ليه؟ رقم واحد بيحدد للشحنة بتاعتي يعني ايه؟ موجب او سالب يعني زمان كان يقولك ايه؟ الكلور احد التكافأ طب سالب ولا موجب؟ لازم ترجع للعدد الزري وبعد العدد الزري توزع تعرفه بيكتسب ولا لا؟ وترجع بتقولي او ده بيكتسب بيبقى سالب واحد لفة انما انا ما اقولك دلوقتي عدد اكسادة الكلور سالب واحد انت فهمت انهو اسناء التفاعل بيكتسب الالكترون واحد يبقى ان عدد الاكسادة اشمل واعم من التكافؤات واضح؟ بيحدد الشحنة وبيحدد لك عدد الالكترونيات مع بعض طيب نرجع للتعليل بتاعنا بيقول ايه؟ يفضل استخدام مصطلح عدد الاكسادة عن التكافؤ لانه يساعد على تفسير تغير التركيب الالكتروني للعنصر داخل مين؟ المراك اوكي؟ حيث يحدد الشحنة وعدد الالكترونيات المفقودة او المكتسب يعني عندنا مسائل كتير جات على الاكسادة لاختزال في عدد الاكسادة يقول لك الايف ايه هنا موجب اتنين طب بعد السام ايه؟ هتقول الايف ايه موجب تلاتة بعد كده يعني حصلوا ايه؟ حصلوا اكسادة الكلام ده ما كانش بيظهر لنا في موضوع التكافؤات طيب سؤال رقم 28 بيقول ايه؟ بيتو او 5 يستخدم لتكفيف الغازات الحامضية وليس القاعدية ليه؟ لان اكسيد حامضي استاني استاني يعني ايه تكفيف غازات؟ اصلا عشان تبقى فاهم الكس اولا كلمة غاز حامضي او تكفيف غاز في غازات وهي بتتحضر بيصاحبها بخار ماء زي مثلا اقول لك ايه؟ ده انا بحضره في المعمل اهو وهو طالع مصر في اتش تو او فيبر خارج يعني ده طالع وده طالع كده الغاز بتاعك متشرب ماء ما بلوه بالبنة طب انا عايز اشيل الماء دي من غير مؤثر على كمية الغاز اللي انا حضرتها اعمل ايه؟ بتروح جايب حاجة اسمها مواد نزع للماء اوكي؟ تسحب الماء وما تتفاعلش معه الغاز طب انا اضمنها منيني انها ما تتفاعلش مع الغاز خلي بالا نوع الغاز ايه؟ تستعمل مادة زيه نتو ده ايه ده؟ ده لفليز اكسيد لفليز يعني اكسيد حاميدي يبقى الغاز ده حاميدي يبقى يستخدم له حاجة حاميدي زيها تسحب الماء وما تتفاعلش مع الغاز نفسه واضح؟ فالإجابة بتقول لان اكسيد حاميدي يمتص الماء ولا يتفاعل مع الغاز الحاميدي سعر رقم 29 بيقول لا يمكن قياس نصف قطر الزر عمليا لانه لا يمكن تحديد مكان الكترون بدقة حيث انه لقى خاص مجاية وحركة مجاية وبيلف طبعا ما قدرش انه نحدد مسافات على حاجة مستبطة في مكانها سؤال 30 الحجم الزري يزيد في المجموعات ويكل فيه الدورات طيب الحجم الزري يعني ايه؟ يعني المسافة تبقى مبين النواة بتاعتك واخر الكترون نظريا خلي بالا ليه بيزيد في المجموعات؟ المجموعات لو خدت اي مجموعة هقولك مثلا L-I N-A K R-B وهكذا اللي ايه هتولي 2-1 هتولي ده 2-8-1 هنا 2-8-8 واذا؟ عدد المستويات بيزيد ما عدد المستويات بيزيد بيأثر على شحنة النواة المؤثرة على الاخير فالإجابة بتقولك بسبب ازدياد عدد مستويات الطاقة التي تحجب تأثير النواة على الاخير في المجموعات وسببت عددها في الدورات خلي بالك على عصر الدورة الوحيدة لها نفس عدد مستويات الطاقة 31 نصف كتر الآيون الموجب أقل من نصف كتر الزراء المتعادل طبعا ليه؟ كلمة آيون الموجب معناها أن الزراء بتاعتك فقدت طب لما بتفقد شحنة النواة الفعالة بتزيل عن الموجود وبالتالي قوة الجزب زادت يقول الحجم الزراء بتاعك وكل ما يفقد أكتر كل ما يبقى عندك نصف كتر أقل وطول ربطه أقل خلي بالك طيب لأن بعد فقد الإلكترونات تزداد قوة الجزب على الإلكترونات المتبقية مما يقل من الحجم الزر ومثاله الـ Na موجب أقل في الحجم بتاعه من الـ Na العادي سؤال 32 العكس بيزداد نصف كتر الأنيون الأنيون إضاء ما للتاني كان اسمه الموجب كان اسمه الكاتيون الأنيون اللي هو الأيون السالب عن زراته بعد اكتساب إلكترونات تقل قوة الجزب نفس الفكرة والإلكترون المضاف في التنافر مع باقي الإلكترونات مما يزيد من حجم الزر ولذلك هنا الـ Cl مثلا نيجا ديف أكبر من الـ Cl0 اللي هي الزرة المتعدلة بتاعه رقم 33 يقل لجهد التأيون خلال المجموعات ويزيد خلال الدورات زي ما قلتلك اربطها بقوة الجزب في المجموعات تقل قوة الجزب المعصر على الإلكترون الأخير بزيادة عدد مستويات الطاقة فيصل فقد الإلكترون بينما في الدورات تزداد قوة الجزب سؤال 34 بصال ده مهم انخفاض الميل الإلكتروني لمين؟ للبريليم أو ممكن يقولك المجموعة 2A ونيتروجين اللي هو N7 5A طيب في حالة البريليم ده 4 بيتوزع إزاي؟ بيتوزع 1S2 2S2 يبقى كده الـ S بتاعتك ممتلئة تماما يبقى أنا مش بحتاج إلكترون استاني وانت فاكر الميل الإلكتروني ولا لأ الميل الإلكتروني إن الزرة بتاعتك بتخرج طاقة عند إضافة إلكترون عشان توصل للاستقرار هو كده مستقر فمش عايز بالنسبة لي إلكترونات تخش طب المستوى الفرع S هنا إيه؟ ممتلئ طب في حالة الـ N الـ N7 لما توزعه هيبقى وان S2 2S2 2B3 إنت عندك هنا حلتبن حالات الاستقرار إيه هي؟ الـ S كاملة والـ B نصف امتلاء وبالتالي هي كده بالنسبة لي مش عايز الإلكتروني اللي هيخوش هيقلل الاستقرار مش هيزوده الكلام ده يحصل إمتى؟ ويبقى بدل انخفاض هنقول ارتفاع مع الأستاذ ده C6 اللي هو الكربون أو المجموعة 4A بالكامل اش معنى؟ لأن الكربون لما توزعه 1S2 2S2 2B2 الـ B فيها كام؟ 2 مدام الـ B فيها 2 لا ده انت لو وصلت الـ 1 يخش عندك هنا هتوصل لحالة استقرار زي الـ N واضح؟ وبالتالي ارتفاع الميل الإلكتروني لعناصر 4A والـ C بالأخص اوكي؟ طيب يبقى في حالة البريليا مستوى الفرع S المنتالي وفي حالة الـ N يمكن أن نستعمل فرع به نصف امتلاء اكثر استقرار الـ N المضاف يقلل من الاستقرار ولا يزيده سؤال 35 الميل الإلكتروني الـ N الكلور أعلى من الفلور أهو سبب صغر حاج بزرات الفلور المثال ده تحن شرحناه جدا بالتفصيل بالتفصيل قوي في الحلقة الأصلية ليه؟ الفلور صغير جدا أصغر زرات الجدول الدولي لقد الهدول الالكتروني اللي داخل بيتنفر مع 9 إلكترونيات موجودة طفحات الكلور لا بيتنفر مع 7 بس فالتنفر هنا أعلى يبقى الفرق بين الجذب والتنفر بيبقى ليل التنفر هنا أقل الفرق كبير يبقى الميل الإلكترونيات كمية التقل اللي بتخرج من الكلور أكبر من الفلور سؤال 36 بيقول الفلزات جاية للتوصيل الكهرباء بينما الفلزات لا توص هو التوصيل الكهرباء بفاكروا كالعمل إزاي؟ أه إلكترونيات بتتحرك في سلك يبقى اللي هيسمح لك بالإلكترونيات إنها تتحرك في أسلاك هيوصل لك كهرباء كويس جدا معنا أن الإلكترونيات تتحرك يبقى قوة الجذب عليها قليلة طب قوة الجذب قليلة يبقى الحجم الزر بتاعك إيه؟ كبير يبقى اللي جابة بتقول إيه؟ بسبب كبر الحجم الزر وكل القوة الجذب لذلك من أسه حركة إزاحة إلكترونيات التجاة فوق من سطحها إن السلك التفقنا بيبقى كده مصدر الكهرباء هو الإلكترونيات بتيجي من مصدر الكهرباء الزرات اللي هنا تسمح للإلكترونيات تعمل إزاحة للإلكترونيات الخارجية بتاعتها تصلك الناحة التانية طب بالنسبة للفلزات لا صغيرة الحجم الزر قوة جذبة عالية يصعب تحريك الإلكترونيات بتاعتها 37 أكسيد اللي في الزات إيه؟ حمضي طب حلو أوي إذبت عند زوبانها في الماء بتعطي أحمد قدي مثاله بسيطة جدا ما فيهاش كلام كتير أو ممكن تفعلها لي مع قاعد سؤال 38 يعتبر أكسيد الزينك من الأكسيد المترددة ده السؤال داود بنقول عليه كده أهم خلي بالك هي المعادلات كلها اللي احنا كتبناها قبل كده في وغاية الأهمية يتفعل ما الأحمد وقال ودي المعادلتين قدامك مع حمض الـ HCL الدانة دوت مع الكوستوكسودا اللي هي بتصوبينا الصودا الكوية الدانة ده خلي بالك ده اسمه خرصينات السوديوم أو السوديوم زينكيت خلي بالك من حتة دي بيسألك فيه لو حد كده يرخم عليك يقولك اكتب لي الرمز الكيميائي لخرصينات السوديوم أو كيف تحصل له على خرصينات السوديوم من أكسيد السوديوم خلي بالك من حتة دي يعني أنا عايز ده من ده ده تاخدون أول تفعله مع المية تدوبه في المية هيديك الـ N و H جبت الـ N و H تفعلها مع أكسيد الخرصي ده من دم الأسئلة المركبة إن شاء الله اللي هتدرسها في الفصل الرابع في الترمي الثاني إن شاء الله سؤال تسعة و تلاتين بيقول جوجة تقاين الثاني في السوديوم عالي جدا لأننا نحتاج لقصر مستوى طاقة مكتمل في تكر السوديوم كان حداشر كان متوزع اثنين تمانية واحد توزيع ده دي جوجة تقاين أول يبقى أنت هتخرج لأولاني يبقى ده إسبوع N A موجب واحد خرجت ده آه طب خرجت بطاقة دي 500 مثلا طب عذا خرج ده لا لأ لأنت كده عشان تخرجت تاني عشان تحصل على N A موجب 2 أنت محتاج تقصر مستوى طاقة مكتمل وبكتالي انسى يبقى أنت كده بتحتاج لطاقة مش 500 أنت ممكن توصل ل5000 خلاص سؤال رقم 40 طول الرابطة في F E CL 2 أقمر من F E CL 3 الإجابة بتقولك نصف كتر سواني أبل أن نروح على الإجابة F E CL 2 F E CL 3 من قبل ما تتكلم بتحسب عدد الأكسادة لل F E ال F E هنا هتقولي السيئة اللي بسلب 1 في 2 بسلب 2 يبقى إذن ال F E موجب 2 يا مستر طب دي هتبقى سلب 3 يبقى دي موجب 3 يا مستر مين فقد أكتر ده السموغدين القاعدة كل ما تفقد أكتر كل ما يزداد معاك قوة الجزب ويقل نصف الكتر وتقل طول الرابط اللي جابة بتقولك نصف كتر F E موجب 3 أقل من F E موجب 2 لأنها كلما يزداد عدد الإلكترونيات اللي ايه؟ المفقود تزداد كوة الجز ويقل الحجب الزري ويقل طول الرابط واضحة هل بقى لك السؤال دي دايما بيجي في المركبين دول وفي المركب ده CRO والCR2 نفس الكلام وإحنا خلناهم بتوصيل قبل كده في المراجعة واحد واربعين عدد أكسادة النيتروجين موجب مع الأكسوجين وسالب مع الهيدروجين إمتى عدد الأكسادة بتاعك يبقى موجب؟ لو أنت اشتركت مع عنصر أعلى منك في السالبية طيب إمتى يبقى سالب؟ لو اشتركت مع عنصر أقل منك في السالبية خلص لما أنت مش هتحفظ الهيدروجين أعلى في السالبية الكهربية من النيتروجين بينما الهيدروجين أقل في السالبية طيب في سؤال وصل كده ليه؟ الرقم الواتس بتاعنا بيقول إيه؟ احسب أو بين بمعادلة رمزية حالات التأكسد المحتملة للمجموعة 5A المجموعة 5A انت بتتكلم فيه؟ بتكلفة نيتروجين هقول إكس خلاص ماشي أي عنصر 5A يعني العدد المستوى الأخير بتاعك فيه 5 إيه؟ إيه كالستاك؟ لو هو اشترك مع عنصر أقل منه في السالبية هيكتسب 3 عشان يكمل دي لـ 8 لو اشترك مع عنصر أعلى منه في السالبية الخمسة دي هتتتاخد هي بسعيدة عدد أكسده مجموعة 5 كيه؟ طب هم السلحة زيفة معادلة سهل أو الـ X0 يعني كان متعادل ماشي اكتسب يبقى بـ زائد إيه؟ 3 إلكترون هيتحول لـ X سالب 3 طب السؤال الثاني X الاحتمال الثاني كان 0 ناقص 5 إلكترونات هيتحول لـ X موجب 5 ده كان سؤال جالنا قبل الحلقة مباشرة طيب نيجي للتعليل رقم 42 بيقول إيه؟ شحنة النواة الفعالة أقل من الشحنة الأصلي للنواة طبعا يعني إيه شحنة النواة الفعالة؟ يعني إنت لو عندك نواة فيها 3 بروتون كي؟ يبقى دي اسمع إيه؟ قوة 3 بروتون طب المستوى الأولاني فيه 2 إلكترون المستوى الثاني فيه إلكترون واحد هل التلاتة بروتون بيكامل قوته بيأثروا على ده؟ لا ليه؟ فيه 2 قبل بيستهلكوهم وبالتالي مستويات الطاقة بتاعتك وجود مستويات الطاقة بتحكم تأثير النواة على الإلكترون الأخير تمام؟ طيب هنا إحنا هنبدأ كده إحنا خلصنا أسلت التعليلات بتاعت المالهة بتاعتنا هنبدأ مع بعض بقى إن شاء الله هناخد آآ علماء وكل عالم عمل إيه وأهم العلماء عندك وخلي بالك كل عالم من دول بيجي لك في الانتحان يقول لك وضح بالإسهامات العالم الفلاني عمل إيه في تقدم علم الكيمياء اذكر إسهامات العالم مثلا بور بويل أي حد هسمي لك اسمه فالنهاردة هنعمل مراجعة سريعة على أسماء العلماء ونشوف كل عالم عمل لنا إيه ونفتكرهم مع بعض نبدأ مع بعض على خير بص يا سيدي أول عالم هو مش عالم هو فيلسوف كان بداية المنهج بتاعنا اللي هو ديمقراطيس ديمقراطيس قال لك إيه ده كان بيقول يمكن تجزئة المادة لجزئات صغيرة لهم الفلسفة الإغريق كي ماشي وبعدين حتى نصل لجزء غير قابل للإنقسام واللي احنا سميناه الزر أرستو قلنا فكر رفض فكرتهم وي أفكرك بالأربع حروف دول فدوة قال إن المادة تتكون من أربع مكونات رئيسية إيه هي فاير يعني نار دست تراب ووتر ماء إير هواء بويل طبعا بعد ألفين سنة رفض أرستو وأول عالم إداني تعريف لي مين العنصر يبقى أول عالم عرف مين العنصر هو مين هو بويل طب تعريف العنصر إيه هو ألك مادة مقية تحتوي على نوع واحد من الزرات ولا يمكن تحللها دالتون يعتبر أول عالم إداني نموذج زري اتكلم فيه عن المادة اتكلم عن الزرة اتكلم عن العناصر واتكلم عن المركبات المادة قال لك جزيئات صغيرة غير قبل الإنكسام زي الإغريك بالزبط كي اسمها إيه قال لك اسمها زرات ماشي هذه واحدة الزرة قال عليها مصمطة وصلبة العناصر تحتوي على زرات متشابهة وتختلف العناصر فيما بينها كل عنصر لزرات خاصة بيه المركبات تتكون من اتحاد زرات من عناصر مختلفة بنسب سبت اكي ده بالنسبة لدالتون طب تومسون قال ايه تكر تجربة التفريغي الكهرابي بعد التجربة حصل ايه اداني نموذج قال الزرة عبارة عن كرة مصمطة من الشحنات المجاب اوكي وبعد الشحنات المجاب قال لك وتتوزع او تنغمس فيها الالكترونات بقيمة متساوية لتصبح متعادلة جيجر ومارسلين دول عالمين قامة بتجربة رازالفورد دي بدول قامة بتجربة شريحة الدهب تحت اشراف رازالفورد ماشي رازالفورد عمل نموذج قال فيه ان الزرة بتاعتك ملع تشبه المجموعة الشمسية النواة في النص والالكترونات حواليها اتنين اتكلم عن النواة قال عليها ملع مصمطة شحنتها مجاب كل ده من التجربة بتاعته تلاتة اتكلم عن الالكترونات قال عليها تدور في مسارات سابتة اللي هي بالسمية الأوربيت او المدار خلاص ده كان رازالفورد طيب بالنسبة البور لأ بور عمل حيات كتير اولا اول من ادخل فكرة الكم خلي بالك من دي اتنين اكتشف عن طريق دراسات بتاعته وفسر الطيف الخطي للهايدروجين ومستويات الطاقة خازنبرج مبدأ عدم التأكد لا يمكن تحديده مكان تحديد مكان وصورة الالكترون في وقت واحد بدقة ولكن يمكن التحدث بلغات الاحتمالات شرودينجر لا خلي بالك منه ده اوي بقى ده منه على ايه اشتق المعادلة الموجية بحلها حصلت على ايه حصلت على اماكن تواجد الالكترون حول النواة الاقصر احتمالية اللي احنا سمناها الاربيتال تفنى ومدارات الطاقة حول النواة وفصل لنا كل حاجة عن الزرة بصراحة باولي ما تنساش مبدأ الاستبعاد ايه مبدأ الاستبعاد لا يوجد الكترونان في الزرة لهما نفس اعداد الكم الاربع قاعدة هند قللك هند عمل ايه تقول لي قاعدة توزيع تملأ الالكترونات الاربيتالات الفارغة اولا قبل ان تزدود برزيليس وده اخر عالم هنتكلم فيه بنسبة لبرزيليس هنقول عليه اول من قسم العناصر لي في الزات ولا في الزات اوكي خلي بالك بانه توقف الصورة وتشوف الاسئلة بتاعتك والسؤال الرابع اهو بالنسبالي وضح بالمعادلات وده مهم جدا السؤال دوت والسؤال الخامس بتاعنا تعني امتحان التجريبي اللي احنا قلنا عليه وبي في السؤال الخامس بنهاية الامتحان دوت بنهاية وقتنا ما خلص بسرعة جدا كنتم احتاجين اكتر من كده بس ان شاء الله تتعود اه نشوفكم على خير رقم واطس موجود تبعت علي اي اسئلة ونستنى منكم بعد الانتحان ان شاء الله نتيج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته